صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام للصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء أو قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من السبت الأول من إبريل صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من يوم السبت الموافق الأول من إبريل 2023 كما صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2023 والمقرر استقباله معتبارا من يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من مارس 2023 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبح مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذي أشار فيه أيضا إلى التيسيرات التي تقدم لأبناء المحافظات النائية توجيهات القيادة العامة بصفة مستمرة على تقديم كل سبل التيسيرات والدعم لأبناء المناطق الحدودية طبعا حضراتكم عارفين المسافات الشاسعة جدا اللي هتحمل الشاب بمشقة وعناء الصفر ماديا ومعنويا علشان يونهي موقفه التجنيدي فتوجيهات القيادة العامة أن احنا بشكل أساسي ودوري بنطلع لجان تجنيدية إلى المناطق الحدودية وإحنا حاليا دلوقتي قاعدين في المؤتمر الصحفي وعندنا لجنتين لجنة في جنوب سينة ولجنة في شلاتين شغال النهاردة وبكرة في شلاتين وبراماد ويوم الأربع إن شاء الله هتبقى في حلايب ومرسى مطروح وصيد براني والسلوم وسيوة بنقدم لهم الوسائق التجنيدية وبدون أي رسول كما أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة على عدم التعامل مع الأشخاص الذين يهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحة لأن أعوز أقوله للشباب والزويه للأب والأم أوعى تتخيل إن في حد هياخد مقابل مادة عشان يقدم خدمة لابنك أولاً الإجراءات عندنا بتتم بشكل إلكتروني كامل يعني ابنك اسأله هتلاقيه دخل الاختبار قاعد على جهاز كمبيوتر النتيجة بتاعته طلعت وهو لسه قاعد وللمزيد من المعلومات عن شروط التحاق المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني takand.mod.gov.eg وللتعرف على الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني takand.mod.gov.eg بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكتروني ورقمه 15-4-99 تسعي